السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد فراج النهاردة نجاب لكم موقع جميل جدا موقع هتقدر من خلاله تترجم اي ملف بيد اف او اي كتاب بيد اف من اي لغة لغة تانية وهمنا هنا اللغة العربية يعني نقدر نحول كتب البيد اف من اي لغة اجنبية الى اللغة العربية طبعا دي حاجة جميلة جدا لانه بيحافظ على تنسيق الكتاب يعني لو كتاب زي ده مثلا الكتاب فيه صور وفيه كتابة هيت بالانجليزي فهو بيكل اللي بيعمله انه بيحول او بيترجم النص الانجليزي لنص عرب مع الحفاظ على كامل التنسيق للكتاب وللنصوص ولكن فيه مشكلة بسيطة ان الملف لازم يكون اقل من عشرة ميجة يعني ملف عشرة ميجة اولي من عشرة ميجة زيادة عن عشرة ميجة هيبقى اه مش هستقدر ترفعها على الموقع ولا هتقدر ان تتعدل عليه ولكن هي مش مشكلة مش مشكلة كبيرة اوي لان في اخر الفيديو تابع معي في اخر الفيديو هقول لك ازاي لو الفايل بتاعك او الكتاب بتاعك اكتر من عشرة ميجة هقول لك تعمل ايه عشان تقدر تترجمه على الموقع ده شكل الموقع الموقع اسمه online doktranslator.com اه هسيب لكم رابط الموقع في سندوق الوصف ده شكل الموقع تضغط هنا على ترجم الان وبعدين هيقول لك تحملي الملف ودخلك على دهاز الكمبيوتر بتاعك وتختار الكتاب اللي انت عايزه وتسيبه يعمل upload ورفع للفايل بتاعك هتنتظر لما يخلص وهنا بتختار اللغة اللي انت عايزه يترجم لها انا محتاج ان انا ترجم الكتاب للغة العربية فانا اختار اللغة العربية وهنتظر هو هيبدأ ان هو يشوف بعد ما يرفع الفايل هيبدأ يشوف اللغة الاساسية للكتاب ايه الموقع بيدعم اكتر من 100 لغة وطبعا من ضمنها اللغة العربية ودي اجمل حاجة كده هو رفع الكتاب على الموقع وبيقول لي ان اللغة الانجليزية هي هي اللي مكتوب بها الكتاب فكده اللغة الانجليزية وانا قلت له حول لي اللغة العربية واضغط على كلمة ترجم هنا قبل كده بيقول لي شكرا وبيقول لي ان هو ترجم تسع تلاف تمنمية وسبعين كلمة من عشر تلاف طيب الباقي ده راح فين الباقي ده ما تشغلش نفسك به لان هو عبارة عن رموز بعد ما بيخلص تضغط على قوم بتنزيل المستند المترجم وهوريك المستند اللي الترجم للغة العربية والمستند الاصلي اللي هو مكتوب باللغة الانجليزية وشوف ازاي ان هو قدر يحافظ على التنسيق وده يسهل لك الكراءة شوف اداة الكتاب هنا ترجم لك الكتاب وترجم لك كل الصفحات اللي فيه ودي حاجة جميلة جدا مع الحفاظ على التنسيق طيب نشوف بقى الكتاب اللي هو الاصلي يبقى ده الانجليزي وده اللي بالعرب طيب انا قلت لك في اخر الفيديو لو الكتاب بتاعك اكتر من عشرة ميجا مش هي تقدر منت تترجمه فعشان كده في موقع تاني تقدر من خلاله تضغط حجم الكتاب الموقع اسمه I love PDF هدخل على الموقع هدخل على الموقع واختار ثالث اختيار وهو اسمه ضغط وحدد الملف كده خلاص بعد ما تحمل انا بختار الضغط المتواصل ممكن تختار اقصى ضغط بس بيقلل لك جودة الكتاب بعدين تضغط على ضغط PDF تنتظر لغاية ما الكتاب يترفع بعدين بيقولك ان هو تم ضغط ملفات PDF وتقدر تحمل الكتاب تضغط هنا على تحميل ويبدأ الكتاب ينزل وبعدين تروح على موقع الترجمه والترجم الكتاب كده نكون خلصنا فيديو النهاردة ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة